في هذا الدرس ستتعلمون بعض أساسيات تعلم الوراثة الكلاسيكي. لابد أنكم تدركون أن الأبناء يرثون بعض صفاتهم من ذويهم. فهذا أمر واضح أدركه الإنسان قبل أن يكتشف الحمض النووي DNA بفترة طويلة، وقبل أن يعرف تركيبته أو الطريقة التي يتناسخ بها، وحتى قبل أن يفهم طريقة حصول الإنقسام المنصف في الخلايا. فمثلاً، لو افترضنا أن رجلاً أزرق العينين تزوج امرأة ذات عينين بنيتين، فسيكون لون عيون أطفالهما في الغالب بنياً مثل هذا الصبي. وهذه إحدى الصفات التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء من جيل إلى جيل. ولا بد أنكم تلاحظون أن الأبناء يشبهون ذويهم ويرثون منهم بعض الصفات التي يضغى بعضها على الآخر. مثلاً، إذا كان التصبغ لدى أحد الوالدين أفتح من الآخر. في لون الشعر أو العينين مثلاً، فإن اللون الداكن سوف يضغى على اللون الفاتح. وفي بعض الأحيان، تتكون صفة هجينة تجمع بين الصفتين. ولا بد أنكم تلاحظون ذلك كثيراً في الأشخاص من حولكم. إن دراسة هذه الصفات التي تنتقل وكيفية انتقالها تسمى علم الوراثة الكلاسيكي، والذي أسسه العالم غريغول مندل. وذلك قبل اكتشاف الـ DNA والتعمق في دراستها في منتصف القرن العشرين بفترة طويلة. كان العالم مندل في الأصل راهباً، وكان يحب الاعتناء بالنباتات وفحصها لمعرفة الصفات التي تنتقل وتلك التي لا تنتقل. وحاول أن يفهم الطريقة التي تنتقل فيها الصفات من جيل لآخر. لذلك سوف نعتمد في دراستنا لعلم الوراثة الكلاسيكي على بعض الافتراضات البسيطة التي ستسهل عليكم التنبؤ بالصفات التي يمكن أن تنتقل للأجيال القادمة. ستتعلمون من المثال البسيط الأول أن بعض الصفات تحمل جميع الخصائص التي يمكن توريثها، وبعضها لا يحمل أي منها. هذا المثال هو لون العينين. افترضوا أن هناك احتمالين ممكنين فقط للون العينين، وهما اللون البني واللون الأزرق. يسمى كل واحد من هذين الاحتمالين أليل أي أحد النسختين الممكنتين من الجين ذاته. تذكروا أن هذا مثال مبسط للغاية، فلون العينين أعقد من ذلك بكثير. إليكم مثال آخر وهو حجم الأسنان. افترضوا وجود أليل للأسنان الكبيرة، وأليل آخر للأسنان الصغيرة. وهذه صفة لن تجدوها مذكورة في كتب الأحياء، لكنها مثال بسيط لغاية التوضيح. دعونا أولاً نوضح الفرق بين الجين والأليل. هذا كروموسوم. افترضوا أن هذا الكروموسوم موروث من الأب. وفي الموقع الكروموسومي هنا يوجد جين لون العينين. والكروموسوم الثاني موروث من الأم. تذكروا أن الترتيب الفعلي للكروموسومات في الخلية يختلف قليلاً عما ترونه أمامكم، لكن هذه فكرة مبسطة عنه. افترضوا أن هذين الكروموسومين متماثلان، أي أنهما يحملان الشفرة الجينية ذاتها. وذلك يعني أن جين لون العينين الموروث من الأم موجود هنا كذلك. استخدموا حرف بي صغير للإشارة إلى لون العينين الأزرق، وحرف بي كبير للإشارة إلى لون العينين البني. لو كان هذا الجين يحمل الصفة بي صغير، وهذا الجين يحمل الصفة بي كبير. بهذا يصبح الطراز الجيني هكذا. هذا الأليل بحرف بي كبير موروث من الأم، وهذا الأليل بحرف بي صغير موروث من الأب. وذلك يعني أن الأليل هو الطريقة التي يعبر فيها عن الجين. وهذان أليلان مختلفان في خصائصهما، أو أنهما نسختان مختلفتان من الجين ذاته. وعند وجود نسختين مختلفتين من الجين ذاته، واحدة من الأم والأخرى من الأب، يسمى ذلك بالطراز الجيني غير متماثل الكروموسومات. أما عندما يحمل الطراز الجيني النسخة لكل الأليلين، أي أن يحمل الأب والأم الصفة ذاتها مثل لون العينين الأزرق، وهو في هذا المثال حرف بي صغير، في هذه الحالة يكون لدى الأطفال أليلان متطابقان، لأن كل الوالدين نقل النسخة ذاتها من الجين. ويكون الطراز الجيني في هذه الحالة متماثل الكروموسومات. والآن، افترضوا أن الأم ورثت إلى الطفل صفة لون العينين البني، وورث الأب صفة لون العينين الأزرق. فما هو لون العينين الذي سيحمله الطفل؟ إن تحديد ذلك في الواقع هو أمر معقد للغاية، فهو مزيج من عوامل متعددة. لكن دراسة مندل بيّنت وجود ما يسمى بالسيادة في الوراثة، وهي أن تضغى أحد الصفتان الوراثيتان على الأخرى. إليكم مثالاً مبسطاً آخر. إذا كانت صفة اللون البني للعينين سائدة، وكانت صفة لون العينين الأزرق متنحية. وتذكروا أن حرف بي الكبير يمثل لون العينين البني، وحرف بي الصغير يمثل لون العينين الأزرق. في هذه الحالة، سيرث الطفل هذا الطراز الجيني من دويه، أي أن عينيه ستكونان بنيتي اللون. إذن، فالطراز الجيني يمثل النسخ الفعلية للجين، غير أن هناك أيضاً ما يسمى الطراز الظاهري، وهو يمثل الصفات التي يكتسبها الطفل وتظهر بالفعل. مثلاً، إذا نقل الأب إلى طفله الأليل الذي يحمل لون العينين البني، ونقلت إليه الأم الأليل الذي يحمل لون العينين الأزرق، فستكون عين الطفل بنيتين، لأن اللون البني هو الصفة السائدة. لكن، ماذا إذا انعكست الحالة؟ فنقل الأب الأليل الذي يحمل لون العينين الأزرق، ونقلت الأم الأليل الذي يحمل لون العينين البني، سوف تكون نتيجة ذاتها، أي أن الطراز الظاهري سيكون عينين بنيتين ماذا لو كان الأليلان يحملان لون العينين البني من كلا الوالدين؟ ستكون عينات طفل بنيتي اللون أيضاً بقي تركيب أخير ممكن وهو أن يرث الطفل أليلاً يحمل صفة لون العينين الأزرق من كلا والديه في هذه الحالة، لن يكون هناك ما يضغى على هذه الصفة المتنحية وبذلك، يصبح الطراز الظاهري هو العينين الزرقاوين وهو مجرد تبسيط لطريقة انتقال الصفات الوراثية إلى الأبناء لاحظوا أن الطراز الظاهري ذاته قد ينتج عن طرز جينية بشفرات مختلفة فلون العينين مثلاً قد يكون نتيجة لسيادة صفة معينة في جين متماثل الكروموسومات أو في جين غير متماثل الكروموسومات ففي هذه الحالة مثلاً، يشكل الأليلان في هذا التركيب صفة سائدة لجين متماثل الكروموسومات وفي هذين التركيبين، يشكل كل الأليلين صفة سائدة لجين غير متماثل الكروموسومات وتسمى هذه حالة هجينة، أي وجود نسختين مختلفتين من الآليل للجين ذاته حسناً، ما الذي يحدث بالنسبة للجينات في عملية التناسل؟ فكروا في الحالتين الآتيتين افترضوا أن الأب والأم يحملان صفات هجينة في جيناتهم أي أن لدى الأب أليل يحمل صفة لون العينين البني السائدة وأليل آخر يحمل صفة لون العينين الأزرق المتنحية ولدى الأم كذلك أليل يحمل صفة لون العينين البني السائدة وأليل آخر يحمل صفة لون العينين الأزرق المتنحية ما هي صفة لون العينين التي سيورثانها إلى أطفالهما؟ هذا هو الطراز الجيني للأم وهذا هو الطراز الجيني للأب والآن حللوا الطراز الجينية المحتملة لأطفالهما هذا زوج مزدوج من الكروموسومات الناتج عن الانقصام المنصف يحمله الطفل من أمه وفي هذا الموقع على هذا الكروموسوم يوجد جين لون العينين البني أما في هذا الموقع على هذا الكروموسوم يوجد جين لون العينين الأزرق ويورث الأب إلى الطفل كذلك زوج من الكروموسومات كل منهما يحمل أليلاً مختلفاً كما ترون على هذا الموقع من هذا الكروموسوم يوجد أليل لون العينين البني لجين لون العينين وعلى هذا الموقع من هذا الكروموسوم يوجد أليل لون العينين الأزرق لجين لون العينين وقد تعلمتم عند دراستكم للانقسام المنصف أنه عند تناسخ الكروموسومات ينتج كروماتيدان عن كل كروموسوم ويترتب هذان الكروماتيدان خلال الطور الاستواء الأول من الانقسام المنصف بطرق مختلفة. فعلى سبيل المثال، قد يرث الطفل من أبيه الكروموسوم الذي يحمل أليل بي صغير، أو الكروموسوم الذي يحمل أليل بي كبير، والأمر ذاته ينطبق على الأم. ولذلك فقد يحمل الطفل أي من التركيبات المحتملة التالية. الاحتمال الأول هو أن يرث الطفل هذا الكروموسوم من الأم وهذا الكروموسوم من الأب. سيتكون الطراز الجيني عندهما من أليلين. كلاهما للون العينين البني، ويرمز لهما بحرفي بي كبيرين. والاحتمال الثاني أن يرث الطفل هذا الكروموسوم من الأم وهذا الكروموسوم من الأب. وعندها يكون الطراز الجيني مكوناً من أليل لون العينين البني من الأب ويرمز له بحرف B كبير وأليل لون العينين الأزرق من الأم ويرمز إليه بحرف B صغير أما الاحتمال الثالث فهو أن يرث الطفل أليل لون العينين البني من الأم أي B كبير وأليل لون العينين الأزرق من الأب B صغير والاحتمال الرابع هو أن يرث الطفل هذا الكروموسوم من الأب، هذا حرف بي صغير، وهذا الكروموسوم من الأم ويرمز إليه كذلك بحرف بي صغير فما هو الطراز الظاهري الذي سينتج عن هذه الاحتمالات؟ لقد تعلمتم سابقاً أن الطراز الظاهري لكل من هذه التركيبات الثلاثة هو لون العينين البني بينما الطراز الظاهري لهذا التركيب هو لون العينين الأزرق إذن ما هو لون العينين الذي سيحمله الطفل الوليد؟ ما هي احتمالية أن يولد الطفل بعينين بنيتين؟ كل تركيب من هذه التركيبات الأربعة محتمل بشكل متساوى مع التركيبات الأخرى إذن فعدد الاحتمالات الممكنة هو أربعة، لذا ضع الرقم أربعة في المقام كم عدد احتمالات أن يولد الطفل بعينين بنيتين؟ ثلاثة احتمالات وبهذا تكون نسبة الاحتمالية هي ثلاثة على أربعة، أي خمس وسبعون بالمئة ماذا عن احتمالية أن يولد الطفل بعينين زرقاوتين؟ الاحتمال هو واحد على أربعة، أي خمسة وعشرون بالمئة والآن، ما هي احتمالية أن يولد الطفل غير متماثل لكروموسومات؟ هذا السؤال يتعلق بالطراز الجيني، وليس الطراز الظاهري، وهو يقود للسؤال التالي، وهو أي من هذه التركيبات الأربعة غير متماثل لكروموسومات؟ لديكم أولاً هذا الجين الهجين، أي المكون من أليلين مختلفين، وهذا الجين أيضاً وبهذا تكون نسبة الاحتمالية إثنان على أربعة أو واحد على إثنان، أي خمسون بالمئة وهكذا يمكنكم استخدام مربع بانت في التوصل إلى الاحتمالات المختلفة للجينات الموروثة السائدة والمتنحية في الدروس القادمة، ستتعلمون كيفية التوصل إلى الاحتمالات بشكل عكسي، فمثلاً إذا كان لدى زوجين معينين خمسة أطفال ذوي عيون بنية، فمحتمالية أن يكون كلاهما غير متماثل لكروموسومات، وهكذا، وانتهى الدرس